موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم سوف نتحدث مع حضراتكم إن شاء الله انقدر لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة عن خلط من يتكلم في الطب النبوي من يتكلم في الطب النبوي يعالج بالطب النبوي تجدهم للأسف الشديد يخلطوا في الطب النبوي تجد من يتكلم في الطب النبوي للأسف الشديد يذكر الأحديث الموضوعة والضعيفة يعني يذكر لك مثلا يقول لك على سبيل المثال على سبيل الحص يقول لك التين يقطع البواسير يقول لك هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الطين يقطع البوسير هذا الحديث مجذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام وتجد من يحارب الطب النبوي يعني يعارض الطب النبوي يذكو لك هذه الأحاديث ويعيب على الطب النبوي وهذا الحديث أصلا مجذوب وغير صحيح أصلا مجذوب عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام برضو من ضمن الأحاديث المجذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطب البازنجان شفاء من كل هذا من ضمن الأحاديث المجذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطب الهاريسة تشذو الظهر هذا أصلا كلام مكذوب عن النبي على فضل الصلاة والسلام يعني الأحاديث الضعيفة مثل يعني سبيل مثال لا على سبيل حص كن فصلف إن الصلاة شفاء يقول لك الصلاة شفاء وهذا الحديث أصلا ضعيف ما في الأمرين من شفاء الصبر والثفاء طبعا حديث هذا ضعيف يعني ضعيف في الطب من ضمن حديث الضعيفة عليكم بشراب العسل يقول لك عليكم بشراب العسل ونبي صلى الله على آله وصحبه وسلم أخذ العسل بالماء. وبيحس في المسألة أصلا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يأخذ العسل بالماء. بل نرجع إلى الأصل티 عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يأخذ العسل بالماء. بل للأصل نبي أخذ العسل. وهكذا يعني بدون ما. من ضمن الأول شيء ذكره لحديث الموضوع والضعيفة في الطب النبوي. وتاني شيء من خلط بعض من يتكلم في الطب النبوي. ذكره للآيات والأحديث التي لا يوجد بها دلالة علاجية. بمعنى يقول لك الزنجبيل من الطب النبوي. طيب ايش دليلك يقول لك الزنجبيل مذكور في القرآن. فهو من الطب النبوي. طيب هل لو هنقيس الزنجبيل يعني هنقيس الزنجبيل بالعسل. العسل الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في القرآن ان العسل في شفاء للناس. اما الزنجبيل الله سبحانه وتعالى ذكر ان الزنجبيل في شفاء للناس. وانا اتكلم كأصول فقه وتأصيل ان الزنجبيل ليس من الطب النبوي. والكفور ليس من الطب النبوي. طب هو مذكور في القرآن. ذكره للقرآن يدل على أنه يوجد به فوائد. فوائد غزائية. وقد يكون فيه فوائد علاجية. أهلنا وسلم فيه فوائد علاجية. ولكن وصوليا لا أستطيع أن أقول أن الزنجبيل والكفور وغيره مما ذكر في القرآن والسنة. وليس توجد به دلال علاجية أنه من الطب النبوي. وهذا الذي دفعني من الفضل الله أعمل هذا الكتاب اسمه صحيح الطب النبوي. العلاجي من منظور معاصر. صحيح الطب نبوي أي صحيح. أي الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في الطب النبوي. العلاجي. الدلالة العلاجية الصريحة في العلاج. من منظور معاصر ذكرت الأبحاث التي نشرت. يعني ذكرت أول حاجة الأحاديث الصحيحة في الطب النبوي. وفيها دلالة العلاجية صريحة. وذكرت الأبحاث المنشورة في المجالات العالمية في الطب النبوي. في العسل والحبة السوداء وغيرها. يعني يقول لك إلا الإذخر. يعني في حديث طويل. يعني من من ضمنه يقول لك إلا الإذخر. والإذخر يقول لك الإذخر من الطب النبوي. الإذخر ليس من الطب النبوي لأنه لا يوجد به دلالة علاجية. يقول لك وفضل عيش على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. ويقول لك فضل السريد وفائد السريد. طبعا أين الدلالة العلاجية هنا؟ لا توجد دلالة علاجية. لكي يقول أن السريد من الطب النبوي. يقول لك من عرض عليه ريحان. الريحان من الطب النبوي. الريحان ليس من الطب النبوي. لأن لا يوجد به دلالة علاجية. يعني. من ضمن الأشياء التي يذكرها من يخلط في الطب النبوي. يفسر الآيات وشرحه للأحاديث الذي وردت في الطب النبوي. يخلط في تفسيره وشرحه. ويتكلم من قبل نفسه للأسف الشديد. يعني تجد البعض يتكلم في الطب النبوي. يقول لك مثل يعني الحبة السوداء. الحبة السوداء هي الخردل. الخردل. يقول لك يا بني إنها ينتكو مثقال حبة من خردل. هل تستدل من الآية هذه إن الحبة السوداء هي حبة الخردل. يقول لك أصلي القرآن لم يذكر حبة إلا الخردل. فبالتالي الحبة السوداء هي الخردل. هذا كلام خطأ. الحبة السوداء. وهذا قول القاضي عياض. إن هي الشونيزة هي حبة البركة. قال هو المشهور. وقال الإمام النوى في شرح المسلم. قال هو الأشهر الصحيح المشهور الذي ذكره الجمهور. فالحبة السوداء هي حبة البركة. هذا كلام قطعي ونهائي. مخلوط بالماء. ويذكر لك أشياء كثيرة. يعني يقول لك القصة الهندي يوجد هو القصة البحري. يقول لك القصة الهندي هو القصة البحري. لا القصة الهندي غير القصة البحري. القصة البحري شيء والقصة الهندي شيء آخر. لأن الإمام البخاري يقول فقه الإمام البخاري في تبويبه للأبواب. والإمام البخاري بوا باب التداوب بالقصة الهندي والبحري وفصل بينهما فالقصة الهندي غير القصة البحري وجزاكم الله خيرا نحس استماعكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن شاء الله نتناول مع حضرتكم في الحلقة القادمة ندخل في الطب النبوي بإذن الله يعني اشتركوا في القناة